المشاهدين موجز لهم وآخر الأنباء مع محمد تفضلي محمد شكرا بسانت التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجز الأخبار من التليفزيون المصري أهلا بكم تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي جو بايدن تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأوضح المتحدث باسم الرئاسة أنه خلال الاتصال الهاتفي أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار واتفاق للهدنة في القطاع كما صرح متحدث الرئاسة بأنه تم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في الصياق ذاته بحث الرئيسان السيسي وبايدن الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة وانعدام سبل الحياة بالقطاع وعدم توافر الوقود اللازم للمخابس كما أضف المتحدث الرسمي أن الرئيسين اتفقا على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود لتسليمهما إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم وذلك بصورة مؤقتة لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقا لقرارات الشرعية الدولية فضلا عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع أكد مصدر رفيع المستوى على أن مصر ستظل تتصدى لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو عزل قطاع غزة عن العالم وشدد المصدر رفيع المستوى على أن معبر رفح هو معبر مصري فلسطيني مبيفا أن مصر ستعيد إدخال المساعدات من خلال ألية يتم الاتفاق عليها بالتنصيق مع السلطة الفلسطينية كما أشار المصدر رفيع المستوى إلى أن حرص مصر على التخفيف من وطأة نقص المساعدات من خلال إدخالها عبر معبر كرم أبو سالم ولحين عودة معبر رفح للعمل بشكل طبيعي وفق ألية متفق عليها كما أضف المصدر رفيع المستوى أن مصر تحرص على ثوابت القضية الفلسطينية دائما مع إصرارها على عدم القبول بسياسة الأمر الواقع التي يحاول الجانب الآخر فرضها على الأرض إلى ذلك رحبت مصر بالقرار الصادر عن محكمة العدل الدولية بفرض تدابير مؤقتة إضافية على إسرائيل وذلك لحثها على الوقف الفوري للعمليات العسكرية وأي إجراءات أخرى بمدينة رفح الفلسطينية من شأنها فرض ظروف معيشية على الفلسطينيين في غزة تهدد بقاءهم كليا أو جزئيا هذا وأوضحت وزارة الخارجية أن مصر رحبت بقرار المحكمة بفرض تدابير لفتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني لضمان تحقيق النفاذ الكامل دون عوائق للمساعدات الإنسانية كما رحبت نصر في بيان صادر عن الخارجية بتأكيد المحكمة على ضرورة تنفيذ التدابير السابقة والصادرة عنها بما فيها فتح جميع المعابر البرية بين إسرائيل وقطاع غزة التقى وزير الخارجية سبح شكري ووزراء خارجية كل من قطر والأردن والسعودية الرئيس الفرنسي منويل ماكرون في العاصمة الفرنسية باريس وأوضحت الخارجية أن اللقاء بحثت تحركات الكفيلة بوقف الحرب الإسرائيلية ضد غزة ونفاذ المساعدات بشكل كامل ودون عوائق وسبل الدفع بالمسار السياسي ودعم تنفيذ حل الدولتين تأتي زيارة شكري ونظراؤه العرب في إطار حرص الجانب الفرنسي على التواصل والتنصيق مع الوزراء العرب للدفع نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بوقوع عدد من الشهداء فجر اليوم في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة وأكدت مصادر محلية انتشال شهداء ومصابين من تحت أنقاض منزل استهدفته قوات الاحتلال في حي الدرج بمدينة غزة وأشارت المصادر إلى استهداف قوات الاحتلال لشقة سكنية شمال مخيم النصيرات وسط القطاع دعا مجلس الأمن الدولي جميع الدول إلى احترام وحماية عمال الإغاثة وموظف الأمم المتحدة وندد بشدة بجميع أعمال العنف ضدهم والحرمان غير القانوني من وصول المساعدات الإنسانية وتبنى المجلس المؤلف من 15 عضوا مشروع قرار صاغته سويسرا بأغلبية 14 صوتا مؤيدا بينما امتنعت روسيا عن التصويت وتم تبني مشروع القرار الذي لم يشر إلى أي صراعات محددة وذلك بعد نحو ثمانية أشهر من الحرب الدائرة في قطاع غزة حيث أكدت الأمم المتحدة أن أكثر من 250 من العاملين في المجل الإنساني قتلوا خلالها أعلنت الولايات المتحدة عن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا تشمل ذخيرة وصواريخ وألغاما وقذائف مدفعية في وقت تواصل فيه روسيا هجومها على منطقة خاركيف وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين أن الولايات المتحدة تعلن إرسال كمية جديدة من الأسلحة والمعدات لأوكرانيا لدعم الشعب الأوكراني في دفاعه عن بلاده مشيرا إلى أن هذه الحزمة البلغة قيمتها حوالي 275 مليون دولار تعد جزءا من جهود واشنطن لمساعدة أوكرانيا على صد الهجوم الروسي قرب خاركيف كما تحتوي حزمة الأسلحة على قدرات هناك حاجة ماسة إليها أعلنت وزارة الدفاع التايوانية أن 46 طائرة عسكرية صينية عبرت خط المنتصف في مضيق تايوان أمس عندما كانت الصين تجري تدريبات حول الجزيرة كان الجيش الصيني قد أجرى تدريبات عسكرية اعتبرها عقابية حول تايوان وذلك بهدف إظهار قوته وتصدي لأي تدخل أجنبي في المنطقة رياضيا يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهل اليوم مع التراجي التونسي في إياب نهاي دور أبطال إفريقيا المحدد لها الثامنة مساء على الساد القاهرة الدولي واختتم الأهل تدريباته على الساد القاهرة ضمن الاستعدادات للمباراة وحرص المدير الفني مارسل كولر على عقد اجتماع مع اللاعبين الحديث عن بعض النقاط الفنية كان الأهل قد تعادل مع التراجي سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم الإسبوع الماضي على استاد حماد العقربي في رادس انتهى موجز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل